نقطة مهمة بالمناسبة رابط الاندية رضاها على هذا الامر قالت انه لم يتم حسم الفرق المشاركة في البطولات الافريكية هذا الموسم حتى هذه اللحظة وننتظر خطاب كاف الخاص بمعرفة الفرق المشاركة في افريكا والمقرر وصوله في 30 يونيو اللي جاي وهنطالب الاتحاد الافريكي الكاف بعد وصول الخطاب بامكانية تحديد الفرق المصري المشاركة في البطولات الافريكية بعد انتهاء الموسم القرر والخاص بالدولة المصري وهو ما تم الموسم الماضي اتصور اتصور واعتقد انه الحكاية دي هتخلص بايه كاف هيبعت واتصور انه هينتظر لنهاية الموسم في الدولة المصري ونخلص من الحكاية دي بس انت برضو شوية الزمانك هيخش شوية الاهلي خش شوية برامنز يخش شوية النادي تاني يخش هنخش بجدل وهنرجع بقى تاني لنقطة الصفر النقطة القديمة بقى واحنا يا جماعة هنفضل لحد امتى عايشين في الجدل ده فنبدأ موسم حلو نخلصوا في معات حلو والكافي لاقينا مخلصين موسمنا ومن بدري بدري وبعتين الاندية ننخش في حزبة برما ولا مين اللي جاب نقعد في الدور الاول بالمناسبة يعني حزبة الدور الاول دي مع كامل اللي احترام يعني هي دائما وابدا حزبة ظالمة ظالمة ليه؟ انا مثلا فريق داخل البطولة ماخدتش جامد اوش وبعدها تحسنت بعد كده ممكن اخد الدوري في الاخر ومشاركش بطولات افراك تخيل ممكن انا هددوري في المركز التالت ولا التاني ولا الرابع ومشاركش بطولات افراك تخيل فهي فعلا ظالمة ظالمة فلازم بقى نحلها من الجزور يعني لكن هنسيب الناس كلها تتخانم مع بعض وتزعم من بعض كده موضوع دمه تقيل ومرة اخرى عشان بس الكلام يبقى مفهوم المصري لو كل الحق انه يبحث عن حقه انبي لو كل الحق انه يبحث عن حقه بس رجاءا بهدوء مش عايزين دوش ده احنا لما قول لما صدقنا الحياة في الرياضة في الكرة كده بقت هادية هادية مش محتاجين نتخانق لو هنروح للوائح وان كنت وان كنت وبرضه انا مش طرف خالص فكرة اللايحة طولي اللايحة جماعة بتاعت المواجهات المباشرة انه بيتم احتساب فارق المراكز بالمواجهات المباشرة وبعدها فارق الاهداف المواجهات المباشرة بحسب اللايحة بكتوب المواجهات المباشرة يعني ايه يعني انت تكسبتني في الدول الاول اتنين واحد انا ممكن اكسبك في الدول التاني 3-0 فانا بقى احسن او تكسبني تاني مش مشكلة بس اسمها مواجهات مباشرة ما قالوش المواجهة المباشرة فالاسهل ايه بفائق الاهداف ده حسب فهمي بس مش بالقانون ولا باللايحة قانون اللايحة ده بايه فيه لجان قانونية وفيه ربطة وفيه تفاصيل إسرار كل طرف في البحث عن حقه بس بهدوء وبالمنطق رجاء يعني وإن كنت زي ما قلت لك كل ده هيخلص بإيه إنه في آخر الموسم هنبعت الأسماء الأندية والأربعة اللي في الآخر هم اللي هيشعدوا وخلصنا من الحكاية دي بس عدنا إيه الكل بنتكلم وبرضو كله بيبحث عن حقه حق كل واحد طيب